تحياتي لكم جميعا وإن شاء الله الجميع يكون بخير. بهذا الفيديو رح يكون موضوعنا الفعل البوادي اللي رح نتحدث عنها هي طبعا في عنا وعنا غيرهم لكن هذول الأكثر تداولا القناة اسمه كما دائما نتمنى على الجميع يدعم القناة من خلال الاشتراكات والتعليقات والنشر ولكم كل الشكر سلفا الفعل الأساسي هو هي الأفعال كله تشترك بمعنى عام هو يضمن يؤمن لكن في سياق آخر ناخد معنى يؤكد الفعل زيشان له تراكيب متعددة من ضمنه اتباس زيشان يعني نك تأمن شيء معين يعني بالعامة منقول الأهل بيعملوا كل شيء مشان يضمنوا مستقبل أولادهم سواء مستقبلهم المادي التعليمي اللي هو هون ألتان تون ألس أم دي تسو كونف تيري كيندا تسو زيشان إذن هون الأهل يعرف فعلوا كل شيء لضمان مستقبل أولادهم عنا الرابط أم تسو وعنا هون جينيتيب دي تسو كونف المستقبل في تركيب آخر مختلف عن الأول يمند يمندم اتباس زيشان إنك تضمن شيء لشخص هون عم شوف مية هوني إيه ومية لكن ممكن تضمن لي شخص آخر شابة مية أين كوتن بلاتس إمكينو قزيشات في الأماكن اللي بيكون فيها يفضل أنك تحجز محل تأمن على محل تستخدم هالجملة ممكن نقوه بالمسرح أو بأي مكان راح يجو عليه ناس كتير وقتال إنتي بدك تضمن محل جيد هون عنا استخدام بالماضي شابة قزيشات شو أمنت أمنت مكان جيد لمين إلي هالشخص هو داتي يمندم اتباس اللي هو البلاتس زيشان وين إمكينو كانت بهاي الحالة إذن هدول الخيارين الأكثر تداولا طبعا ممكن تقول عن نفسك يؤمن لنفسه زيش زيشان شبيه جدا بالفعل الأول لكن يضاف عليه أنه هون أنا هالشي اللي بدي أضمن وأمن عليه لازم أقوم بإجراء مباشر للتأمين عليه واحد عنده مجموعة من الملفات المهمة على الكمبيوتر طرف آخر هم يقول له زي موسن إير داتاين أبزشان هون أبزشان يعني بدي أقوم بإجراء ما ممكن أعمل نسخة ممكن أعمل أي شيء المهم بدي أعمل إجراء أضمن حماية هاي الملفات زي موسن إير داتاين أبزشان يعني يجب عليك حماية بياناتك ضمان يعني ضمان أمن بياناتك التأمين على بياناتك تضمن بياناتك واحدة من الإجراءات نك تعمل نسخة كمان هون عم نشوف بالماضي نحن هون حصل حادث مكان الحادث هي يعني إشارة تحذير وحتى ما يحصل أنه لنختر الحادث بطريق وسيارة حادث سيارة حتى ما يجي سيارات أخرى وتصطدم لازم نأمن على هالمكان الحادث هذا بشيء معين لهو جينا لمكان معين وحطينا إشارة تحذير أنه هون في حادث إذن قمنا بإجراء مباشر عنا تركيب يستخدم هو هون فالشتلة أبزيشان هون فالشتلة أبزيشان فزيشان مستخدم كثيرا بسياق مختلف إيه له استخدامين أساسيين الاستخدام الأول هو أنه أنا بأكد لك الشيء أنا بضمن لك الشيء مثلا أنا بضمن لك أنه رح بأكد لك أنه رح أخذ لك لغراض مثلا الطرف الفلاني بأكد لك أنه رح أعمل لك الشغلة الفلانية الاستخدام الآخر هو المتعلق بأنك تعمل عقد للتأمين على شيء معين تروح لشركة التأمين وتعمل عقد وعندنا الاسم دي فيزيشان دس كونين فيه إينين فيزيشان لنفترض باجتماع عام وفيه مسؤول ومجموعة عم تتحاور معه فالمجموعة ناب عنهم واحد قال له نضار قال له دس كونين فيه إينين فيزيشان يعني هذا الشيء نضمن لك إياه هو كان عم يسألهم عن إجراءات معينة ممكن يقوموا فيها أو لا ومتخوف أنه ما يقوموا فيها فالجواب دس كونين فيه إينين فيزيشان إذن هون موضوع يتم الحديث عنه وهون ممكن استبدال نحط مفرد أحيانا وهون نحط مفرد وممكن نحط ضمير دي مثلا واحد طلب طلب معين عبر الإنترنت وبس بدو يتأكد أنه التوصيل مضمون بوقت محدد الأمر مهم بالنسبة له هون ممكن نبدل سياق الجملة ونقول بدل الضغس نحط الشيء المطلوب اللي هو يعني مهلة مهلة التوصيل لازم تكون محددة لأنه مهم الأمر بالنسبة له إذن هون منضمن لك منأكد لك أنه زمن التوصيل مدو مهلة التوصيل محددة استخدام كثير مستخدم ايش في زي شغل دي أو في زي شغل يعني ممكن نستخدم هاي وممكن نستخدم هاي منأكد لك نضمن لك كذا هلأ هون صاحب عم تحدث مع صاحبه هو بيعرف عنه أنه تعبان أو أنه سمعه على التليفون عم تحدثوا على التليفون على التليفون قال له صوتك ما عاجبني وكذا وتشكر بدو يروح يشوفه وكذا قال له ايش في زي شغل دي أنا بأكد لك أنت أو أنت طبعا اسكيت مي قوت أنا منيح اسكيت مي قوت هذا أبسط مثال في الحياة اليومية بالتليفون بنقول بالعامة يا رجل فعلا عم بحكي معك بصدق بأكد لك أنه ما فيني شيء أموري بخير كمان بشكل آخر اتبس جيجن اتبس يعني نك تأمن على شيء ضد شيء معين دك تأمن على بيت ضد الحريق دك تأمن على بسكليت ضد السريقة إش مشتة مين هاوس جيجن فويا فيزيشن يعني أول أنه أمن على بيتي ضد الحريق شمشتي مين هاوس جيجن فويا فيزيشن في عنا كاسكو فيزيشن المتعلق لما نقول مسلا ولد نشتري سيارة ونعمل عليها تأمين شامل أو تأمين جزئي في عنا كاسكو فيزيشارون هنا اسم وعنا تايل كاسكو فيزيشارون هون الحالة تبعنا فعلية لما نقول دي فاغن است كاسكو فيزيشار هون يمكن نستخدم هذا التركيب لما يكون عاملين إجراء تأميني دي فاغن است كاسكو فيزيشار يعني العربي مؤمن عليها العربي أو السيار نوصل للفعل الأخير تسو زيشان تسو زيشان بيشبه هالفعل زيشان بواحد من أشكاله الشكل اللي بتعلق بانك تأمن لشخص شيء معين ايه زيش غادي شنيلة ليفرون تسو لنفطر الشخص عم يحكي مع صاحب عم يحكي هون بالدو لانه والدية هي الداتي عم بيقله بضمن لك انه هالشركة الفلانية بتبعت لك بشكل سريع او انه هو كمان عم يشتغل بشركة وعم يحكي مع صاحبه وعم بقله ايش زيش غادي شنيلة ليفرون تسو وهون المقصود فيها تسو لاتجاه الشخص ايش زيش غادي شنيلة ليفرون تسو عنا هون دي هي اليمندم اللي هو الداتيب والشي اللي هو شنيلة ليفرون وهون تسو زيشان بالتالي بيشبه تماما واحد من خيارات الفعل زيشان لذلك نشوف استخدامه اكثر لزيشان لهون بانتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء اذا في اي ملاحظة او تعليق قريبكم باسفل الفيديو شكرا الكون جميعا اشتركوا في القناة